كان للتعليم والإعلام نصيب كبير جداً في حواراتنا مع ضيوفنا كانت الحلقات فرصة لاستعراض أحوال التعليم المدني العام المناهج المعلمين التوسع الكبير في التعليم الديني مستقبل التعليم الفني وأيضاً أوضاع الإعلام ودوره الكبير في بناء الإنسان وفي دعم قواعد النهضة والتنمية والدولة المدنية الحديثة كيف وصل التعليم في بلد مثلاً زي فنلندا اللي أصبحت نمرة واحد دلوقتي في القارة الأوروبية ده هي بلد نمرة واحد واللي خلاها نمرة واحد أنها ماشية تقريباً عكس تصورنا لإصلاح التعليم لغوا الامتحانات لغوا الدرجات لغوا الترتيب في الفصل من الأول ومن الأخير وده يعني خلاهم يتقدموا في التعليم في حين أن نحن يعني إيه؟ أما نجي نتصور نتصور أنه لازم نعمل امتحانات صارمة ولازم تقييم موضوعي للدرجات عشان ما حدش يغش وهم يعني رغم ذلك التعليم يعني ماشي وتقدم ودلوقتي بقى فيه يعني اتفاقيات بتعتمد على توحيد معايير التعليم يعني مثلاً أنا في الجامعات مهتمين دلوقتي بما يسمى برنامج الساعات المعتمدة اللي هو ما يبقاش مقرر وكتاب دراسي من أول السنة للآخر ونمتحم فيه وبعدين ناخد جيد أو جيد جداً لا بقى فيه ساعات معتمدة لأنه بقى فيه يعني الليسانس المصري عايزين يبقى مكافئ للفرنسي وللأمريكي فلازم يبقى عدد الساعات الممنوحة لكل مادة في المجال الفلاني هي هي تقريباً وبالتالي بقى فيه نوع من الستاندرش كده العام للتعليم بيبقى بيخضع ليه عشان في الآخر يبقى فيه اعتراف بالدبلوم ومع ميل العالم لفكرة يعني التشجيع حركة الأفراد وحركة الأفكار بحيث أنه يخريج هندسة هنا يروح يشتغل مهندس في كوريا في أي مكان فلازم يبقى عايزين الشهادة اللي بياخدها من هنا تبقى يعني لها نفس معايير الشهادة اللي بياخدها بلد تاني ومن هنا أهمية الترجمة أيضاً للمناهج التعليمية إيه أهمية البعثات العلمية في جامعاتنا وهل هي في حالها الجيد حالياً يعني أمناتاً أنا أرجع يعني إذا كان تكوين القانوني الحالي جيد نسبياً فالفضل يرجع للسنوات اللي أنا قمضيتها خارج مصر صحيح أن أنا بقول للأساس أخدته من كلية الحق في جامعة اسكندرية إنما التكوين القانوني العميق والبحث القانوني العالي المستوى والأسازة الكبار والأبحاث المتميزة جداً كل ده شفته نمر واحد في فرنسا ونمر اتنين في إيطاليا ونمر ثلاثة في إنجلترا وأنا عدت بعثة يعني مجموع السنوات اللي قضيتها في الخارج كانت حوالي ست سنوات أو أكتر شوية كونتي تكوين متميز جداً على أساسه رجعت أبني وأكمل ولولا هذا التكوين ما كنتش بقيت بهذا المستوى يعني لولا هذا التكوين الذي كان ناتجاً للبعثات العلمية قولاً واحداً أقدر أقول أن رؤية مصر 2030 في التعليم واضحة شاملة واللي عايز يقول إحنا كويسين ولا مش كويسين يرجع للركائز دي هتقولي لي ده ممكن يتحقق في تسعة سنين أيها بدأنا؟ طبعاً بدأنا لأنه إحنا بدأنا في حتة يعني كان في المية مثلاً من مجمل الهدف أعتقد أن إحنا بدأنا في الركيزة الثالثة بشكل جيد وهي الرقمية بدليل أن إحنا فيه دلوقتي جهود جيدة للتعليم عن بعد وعلى استخدام التكنولوجيا لكن طبعاً المسافة بعيدة يعني أنت لو قلت لي النهاردة في الرقمية عايز تستثمر في إيه؟ هستثمر في البنية التحتية بتاعت الإنترنت هل هناك توجه في وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الصناعية أنها تخلق يعني العديد من العمال الفنيين اللي يستطيعوا أنهم يساهموا في ذلك الأمل يعني؟ بالطبع إحنا عندنا ثلاث محاور في دفن أول حاجة بالنسبة للسيارات إحنا عندنا ثلاث مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجال السيارات بالإضافة للمدارس الفنية العادية فإحنا عندنا في المجالين الحمد لله أربع مدارس تكنولوجيا تطبيقية كمان بتغطي كافة هذه التخصصات ما بين التصنيع وما بين الصيانة والإصلاح بعد ذلك طب الإعلان عنها أين هو؟ يعني حقيقة بتحكي لي عن حاجات الحقيقة كتير وتبدو مشرقة جداً لكن كتير من الناس ما تعرفش عنها حاجة في مدارس السيارات دي بالذات كان الإقبال أربع أضعاف المطلوب يعني اللي تقدم حاليا أربع تلاف في هذا القطاع اللي قدرنا ناخده بس ألف اللي الأخ ده سبب التباعد الإجتماعي قبل الكورونا أنا بقولك هو سبب التباعد الإجتماعي قبل الكورونا الناس كل واحد فيهم مشغول بهذا العالم وبالتالي ما بقاش فيه فيه فقر في الفكر في المجتمع وفقر في الوعي أنا كل العذاب الذي أريد أن أفعله سواء في جرنان في إذاعة في تليفزيون هو نضج الوعي بدون نضج الوعي نحن ننتخلف العلوم الأساسية اللي هي تدرس في كليات العلوم لها أهمية هيكلية مهمة جدا الجامعات حاليا بتعاني من أنه هيئات التدريس بتذهب إلى الجامعات الخاصة وبتفقد الجامعة الحكومية على سبيل التحديد أكثر أسدتها دي هي الأساس وهي تستقبل ما نستطيع وصفه بالكتلة الحارجة أي حاجة الكتلة الحارجة هي اللي بتغير الأغلبية العظمى في الشعب أه يعني الكتلة الحارجة في عندنا بالإضافة بس عشان الجامعات الحكومية فيه جامعات خاصة وفيه ما يقرف يعني ما يقرف بالجامعات الدولية وهي يعني اسم كده يعني فيه فخامة دون محتوى وفيه أخيرا حاجة اسمها الجامعات الأهلية وهي ليست بأهلية الجامعات الأهلية بينشئها الأهليين بتبرعات منهم وما لهمش داعوا بالإدارة ولا يتكسبوا منها هي الحكومة هي اللي بتعمل الجامعات الأهلية دي فهي في الواقع جامعات حكومية بس بمصروف لكن ما سميناهاش كده سميناه أهلية عشان لو قلنا جامعات حكومية بمصروف تبقى غير دستورية كلمنا بقى جامعات حكومية مشكلتها الأساسية في خانون الجامعة في خانون الجامعة اللي هو خانون واحد وسبعين اللي هو لغاية دلوقتي شغال يتمثل عدم تفرع أعضاء التدريس يتمثل عدم الإعلان عن الوظائف والترقي في السلك الجامعي بشكل تنافسي بناء على أسس موضوعية أساسها أو أهمها الإنتاج العلمي السماح بالإعارة أو الانتداب خارج الجامعة وفي نفس الوقت المنتدف ده أو المعارف في الخليج أو خلافه يترقى في ذات الجامعة بتاعتنا يعني ده حاجة غير مسبوك لكنه يترقى هو في الخارج ويترقى داخل الوطن في جامعات حاجة غير مسبوكة أو كان الوقت حصل تعديل في قانون الجامعات خل المدة بتاعت الإعارة والانتداب ده عشر سنين متاصر يعني غير مسبوك مدة طويلة ولا سيارة إلا عاوز يعار أو ينتداب فيه ده محال لأما يستقيل لأما ما فيش مانع عاوز تروح تداب تعار أو بتاع لكن ما تترقىش